نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال الحمد عن فعليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سوف يعقد بمملكة البحرين من جانبه كشف المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الاستشارية لمركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تفاصيل حول هذا الحدث المرتقب في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم سيعقد ان شاء الله تعالى بمملكة البحرين في الفترة من 26 إلى 30 يناير القادم وحيكون حقيقة أكبر تجمع للقيادات من القطاعين العام والخاص الخليجي والدولي في قطاع الأعمال الاستثمار الجهات الحكومية الجهات القضائية والعدلية بشراكة مهمة جدا مع الاتحاد الخليجي للغرفة التجارية ومركز التحكيم الهندس الخليجي ومع شراكة إعلامية كبيرة جدا مع نكسز لكسز الشريكة الإعلامية وأيضا دعم مهم جدا من هيئة السياحة البحرينية لتقديم كل الخدمات اللوجستية لتطلبها إقامة مؤتمر أو تجمع غير مسبوق يتوقع حضوره إلى ألفين شخصية من كل من له علاقة واهتمام بالاستثمار والعمل من المستثمرين الأجانب من دول الجي تونتي وسيعقد المؤتمر أيضا بجميع اللغات الأساسية التي نعيشها اليوم في عصر الاستثمار ومن ضمنها اللغة الهندية اللغة الصينية وأيضا من دول التي نهتم في التواصل معها للتعريف بهذا التجمع دول زي اليابان وكوريا بالإضافة إلى ما هو متعارف عليه من أمريكا والدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا وجنوب أفريقيا وهذه كلها حقيقة احتمامات لأنها تمثل القاعدة الاقتصادية الأهم لدول مجلس التعاون الخليجي للتقارب ما بين رجال العمال رجال القانون الاختصاص السلطات التشرعية لتذليل كل العقبات وتسهيلها القانونية والقضائية بما في ذلك التحكيم أكد الأمين العاملي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك المهندس جمال اللوغاني أن الاحتياطات المؤكدة للدول العربية من النفط الخام وصلت في نهاية عام 2023 إلى 726.500 مليار برميل أي ما نسبته 54% من الاحتياطات العالمية المؤكدة وأشار في كلمة له خلال افتتاح فعاليات ملتقى الإعلام البترولية الخامس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة صلالة العمانية إلى أن معظم الاحتياطي من النفط الخام العربي يرتكز في دول مجلس التعاون التي تستأثر بنسبة تزيد عن 70% منه وذكر أن صناعة النفط والغاز في الدول العربية بدأت بالفعل في الاستجابة للتوجهات العالمية المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صاف انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية موسيقى 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 أظهر تقرير صادر يوم الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 233 ألف طلب لتأتي أقل من التوقعات البالغة 240 ألف طلب وكان عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في 11 شهرا ما يشير إلى بعض التباطئ في سوق العمل رغم أن معدل الطلبات يميل إلى أن يكون متقلبا في هذا الوقت من العام ترجمة نانسي قنقر